أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية أن ذكرى العاشر من رمضان هو انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أراضي سيناء المقدسة جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء أركان حرب وليد حمود عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العشر من رمضان